عيون الاهالي تراقب دقة القلب تتزايد بانتظار ان يطل عبدالله طالب على عيد عالت الصيحات من قبل الاهالي الذين توافدوا الى مطار رفيق الحرير الدولي لاستقبال الحكمان الذين اطلق صراحهما بعد توقيفهما شهرين بتهمة تلقي رشوة جنسية مقابل التلعب بنتيجة احدى مباريات كأس الاتحاد الاسيوي شعور كأنه قاش ديني كلك فرحوني لايس لاني مبسوط بجاية ابني والحمد اللي طالع باري عناق وهمس وكلام ودموع هذا ما تميز به اللقاء الاول بين الحكام وعائلاتهم فما هو شعورهما بعد كل ما قيل في الايام الماضية نحنا منبلغ الاتحاد شو صار وهو عارف شو صار يعني عم يتابع الاخبار من اولة لاخرة نحنا عنا جال في مع الاتحاد والاتحاد هو المخول الاول والاخير يطلع بيان ويوضح فيهم للباسات القضية اطلق سراح عبدالله وعلي بعد ان قضي فترة العقوبة حيث اشار القاضي بان اخلاء السبيل جاء لحسن سلوكهما اثناء فترة ايقافهما القضية لم تنتهي بعد فلا يزال الحكم علي سبغ في سنجافورة حيث صيم لثلاثة اشهر اضافية حسب ما حكمت المحكمة السنجافورية محمد لباني العربية بيروت اشتركوا في القناة